قصتنا النهاردة عن رانيا اللي بابها تجوز على مامتها وهي صغير قررت مامتها نهاية تستحمل عشان تربي عيالها بابا رانيا كان بيسمع لمراته التانية اللي كانت دايما بتزن عليه انه هو يطلعها من التعليم ويجوزها عشان يخلص منه مع ان بناتها كملوا عادي اخو رانيا كان على طول بيدربها بيشتمها بيرائبها وفي مرة طلب منها نهاية تساعده عشان يصاحب زملتها لما رانيا رفضت حرق كتابها وقال لها انتي ملكيش تعليم انتي لازم تتجوزي عشان مش معانا بقى نصرف عليك في الآخر رانيا قررت انها توافق على اول عريسة تقدم لها مهندس مطلق وعنده بنت واكبر منها ب13 سنة اول ما شاف رانيا اعجب بيها وقال لها انها جيب لك كل حاجة طلعت رانيا من التعليم اتجوزته بس بعد الجواز بقى بيشتمها وبيضربها واخيرا اكتشفت انهم اتجوز عليها عارفي بيكلم ستات كتير اشتكت لباباها قالها استحملي وضربها ولو عايزة تطلقي ارميله بقى عياله قالت له ما اقدرش ضربها وشتمها وهددها في سمعتها ما بقتش مرتاحة في بيت بابا ولا عارفة تكمل في جوازها ولا عارفة ان اي حتى تشتغل ومش عارفة تعمل ايه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور امل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف ممكن نحلقها ازاي زيك يا مالي احلى ساري في الكابب واحلى بردارك عبرك يا دكتور امل ربنا يخليك يا رب تسلام ايه رأيك في كل التشوهات اللي حصلة في القصة دي انتي جبتي من الاخر هي تشوهات في المجتمع علاقة غير ثوية ما بين الاب وعيلته يعني ابو رانيا وعلاقة غير ثوية برانيا واخوتها ومامتها انا ابو يا على باطل فهو باطل